السلام اهلا وسهلا بالجميع سل فلاون رحبكم كامل في قناتك انا جورجاك فيزين اليوم بان الله ندلكم وجبة غذاء او عشاء خفيفة وسهلة التحذير بدون فرن بدون لحم بدون اي تعقيدات وسهلة وسريعة التحذير اذا بالخضر الموسمية نحضرها بالوبيعة البطاطا هي نحبوها بزه بزه في المنطقة تعنا نحضرها بخبز رائح نقول لكم على الوصفة هي نالت اكثر من مليون مشاهدة احبوها بزه في لبنات وجربوها باني لاحظة انتما اني ما زال ما شفيت الوصفة تعال الخبز راح انقلها لكم في هذا الفيديو اذا هنا عندي البطاطا قطعتها هكذا مكعبات بهذا الحجم مديروه مش صغار مديروه مش كبار اكثر ولوبيعة ايضا بعد ما قطعتها ووصلتها حتى في الكسكاس يعني في زوجة راح نفور قوت لكم هذا الوصفة الصحية بطاطا مع اللوبيعة راح نحفورهم هذا البطاطا هذا اللوبيعة عفوا دت لها شوية ملح مع فلفل كحل ونحطها فوق الكسكاس يعني داخل الكسكاس ونحطها تفور بعد ما نخلط ايه جيدا نحاول اندخل الملح والفلفل كحل هذا فقط ما ندعو لها لتحب لتحب تضيف توابل اخرى يمكن تضيفهم انا نكتفي بالتوابل يعني فلفل كحل ايضا البطاطا نخليها دت لها الملح ونحطها ادفر هذا هو الخبز بعد ما حضرت الوصفة دتهم في البلاتو نخليه يخمر حوالي 5 دقائق هذا الخبز سريع جدا يعني اقول لكم على الطريقة في اخر الفيديو نخليه يخمر بعد ذلك نحطه في الفرن ها هي اللوبيا تحنا بعد ما قلت لكم حطتها تفور طابت يعني ما اخذتش وقت بزاف ربع ساعة خلاص الناحيها نكمل باقي الوصفة حتى البطاطرا هي طابت في اه هنا عندي في مقلات يعني دت شوية زيت مع الزبدة من الاحسن ديروا زبدة او المارغارين هكذا تعطيكم البناء قلت لكم هذا الوصفة ما فيهاش لحوم ولا جنبو ولا اي حاج اخرى فقط بمقادر بسيطة جدا نحاول ان نذوب هذا المارغارين او هذا الزبدة عندي كمية من الثوم ما راحش نخدم بل نحضر هذا الوصفة بالبصل فقط بالثوم عندي كمية ندير نصف فقط في الاول ندير هذا اللوبيا ساوته في المقلات يعني قلت لكم اه ندير قراتا في اه بدون فرن فقط في المقلات ندير اذا بعد ما حطيت الثوم زيت لها شوية فلفل كحل الى حبيت انتوما توابيل اخرى مثل ما قلت في الاول ضيفوهم يمكن حتى ضيفو الزعيطرا او المعدنوس او اي حاجات فضلها المهم الفكرة نحاول نحرك جيدا ما خليش هذا الثوم يتحرق نزل لها شوية ملح ما تكثروش بما انه اللوبيا فورناها بالملح اذا نحاول 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 نقلي جيد شوية يعني ما تكثروش هذا الثوم فقط تطلق البنة التحاق بدون ما تخليوها تتحرق بعدها نديرها اللوبيا بعد ما طابت يعني فورناها كما لاحظتو نخليها تتشرب من من بنت الثوم والتوابل اللي ضفناهم هنا اللي تحب اللي تفضل دير يعني يمكن تحضرها بالحمرحي او الدجاج وحتى يعني قطاع صغيرة الحم ولكن هنا حبيتو يكون اقتصادي وفي متناول الجامعة طبعا انا مولفا نحضر هذا الوجبة ونديها معايا كنوح في نوزها خاصة كنوح البحر نديوها نفطر بها فقط نخليها بدون لحوم ولا بيض ولا اي حاج اخرى هذا اللوبيا فقط البتاتات شوفوا كيف يشن ديرها في الاخير اذا بعد ما اخذت لي هذا اللوبيا اخذت لي بنت الثوم والفلفل كحل اذا نزيد لها في الاخير البيض يعني الكيمية اللي تحبوه يمكن تخليوها فقط هكذا بالثوم والفلفل كحل فقط يمكن تضيف لها اضافة زيد لها البيض هذا البيض حوالي اثنين الى ثلث حبات لحساب كمية اللوبيا نخليوها الطيب يعني نغطيو عليها نخليوها الطيب وفي الاخير ايضا اختياري يمكن تضيف لها الجبن الجبن المبشور اي نوعية يعني يمكن اي حاجة متوفر عندك حتى الجبن قطع توالم فهذا الوصفة يمكن ايضا اضافة لها الطوم طوم بزيت طبعا خلاص انا كملت مع اللوبيا ها هو الخبز بعد ما اخذ لي اللون شباب راهو الان في الفن قطل لكم من قولكم الطريقة في اخر هذا الفيديو يعني مشاء الله خبز رائع ريحة تعود شهي يمكن تزينوه اضافة لها الزراراح في الاخير ولكن انا هنا زينتو بدتلو عيوض الزراراح او زراعة السانوج او حاجة اخرى نضطلو الفروماج غابة على بها اخرج لي هذا اللون الرائح حتى البنة والريحة يعني تشهي شهيتكم في الجنة قلت لكم نخليكم الطريقة او الرابط في اخر هذا الفيديو نكمل اذا مع البطاطا هايلك بعد ما فورتها قلت لكم هذا الطبق صحي اكثر نزيد له احنا هكذا نحبوها يعني يفصي في هذا الوصفة ما تخطيناش خلاني متأكدة حتى انتم ما تحبوها نزيد لها بصل نقطعها كذا ما نصحكم شترحيوه قطعو فقط قطع صغر نزيد له التماطم تماطم بتاع الحب هنا الكيمياء كما تحبو كما تفضلو ولا حسب افراد العائلات ننأكد ونزيد له البيض المغلي قطعتو ايضا قطع صغر وفي الاخير ندلو زيت الزيت يعني ما شاء الله البنا بالنا روعة يعني اسهل واسرع وجبة وافضل وجبة نحبوها في الصيف في الاخير ضيف لها شوية ملح كما نابلكم البطاطاكي نفوروها تنقص يعني مرقين فوروها بالملح ولكن لازم نضيف لها ها هي اذا هو طبق اللوبيا في الاخير كراتا بدون فرن يعني شهية جدا جدا ها هي بعد ما ضفنا لها قطع لكم البيض والجبن اختياري يعني ما شاء الله ذوق رائع ننصحكم اللي ما يعرفش هذو الطريقة أنا على بالي بزاف 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 أخوات يحضروها ولكن ما يعرفش اللي ما يعرفهاش ها هي اذا يحضرها بهذا الطريقة راح نسر بي منو تشوفو ها هي البطاطا تانا بعد ما خلطناها يعني زيت لها زيت الزيتون خرجت بنينة بزاف بزاف ها هي في طبق التقديم نقدمها مع الخبز حتى الخبز جام شاء الله نقدموه بهذا الطريقة يعني شوية بتاتا يعني كسلاتا هذا البطاطا كسلاتا نزيد معاها شوية من اللوبيا ونقدموها بهذا الخبز خبز الدار يعني السرع خبز يمكن تحضروه هذا الوصفة سريعة جدا وسهلة التحذير يعني شاهدكم في الجناء اللي كان شاهدوها حضروها أنا لا هذا الوصفة نحب نحضرها وكين روح في في نوزها حظة كينوحو البحر نديوها ولكن تفادا ما نديرش البيض ولا الجبن للوبيا هذا هو الخبز الوصفة اللي قلت لكم عليها نالت أكثر من مليون مشاهدة هذا الخبز بما أنه خبز ناجح وسهل التحذير كما قلت هو خبز الدار بعجناء سائلة يحضر في وقت قياسي في عشرين خيقة أنا حضرته في شهر رمضان يعني بزاف أخوات بزاف أخوات تجربوه بحثوا لي تطبيقاتهم يعني ما شاء الله بارك الله وفيكم حتى الطريقة سهلة نحضروه بالماء من حضروش بالحليب تريح قط التحذير هو أنكم دون زن خيسي بيون خلطوا كوب من الماء يكون دافئ مع ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة الخبز بيض بيضة واحدة مع ثلث ملاعق كبار من الزيت نخلطوهم جيدا بعدها نخليه يرتاح حوالي خمس دقايق بعدها نضيف محسن لهو ملعقة كبيرة من الخل ونضيف له الملح في الآخر اختياري خميرة الحلويات ملعقة صغيرة وبعدها نلم العجنة بثنين كوب من الفرينة فقط العجنة تكون خفيفة وسائلة بعدها ندهن البلاتو بالزبدة او بالزيت مع شوية الفرينة هكذا ما يدسخش او حتى في ورقة الزبدة ندهنوا بسفار البيض اللي احتفظنا به بعدها نقول لكم كما تحبوا ضيفوا للعجنة يعني زينوها بزريعة السنوج ولا اي حاجة ولكن انا دلت له الفروماج غابي يعني جا مشاء الله نخلي لكم الرابط شوفوا ليحب تشوف الفيديو نخليكم الرابط ولكن كما لاحظوا عني شرحت لكم الطريقة ما تخليهش بزاف في يعني يخمر غير خمس دقايق يخليه ياريح دخله للفرن حقيقي يطيب لكم جيدا من الاطراف شعلوا لهم الفوق ياخذ اللون الذهبي الرائع وانقلكم شهية طيبة والى اللقاء